موسيقى اهلا بحضراتكم في حلقة جديدة برنامج الجدعان اتكلمنا كتير جدا في برنامج الجدعان عن قزمة اراضي مشروع ربعة وبقر العبد 12664 فدان فاز بيها حوالي ألف أسرة من المزارعين ده في مزادات شهيرة جدا أجرتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية أزرعية صاحبة الولاية على هذه الأراضي وطوال خمس سنوات انتظر الفائزين بهذه المزادات انتهاء أعمال البنية الأساسية والقومية لهذه الأراضي دون جدوى اتكلمنا عن أزمتهم فعلا كتير في برنامج الجدعان وطالبنا بيجاد حلول لهؤلاء المنتفعين الفائزين بهذه الأراضي حتى صدر القرار الذي أعاد الأمل إلى هذه الأسر قرار جمهوري رقم 530 لسنة 2021 بسحب اختصاص هذه الأرض من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية أزرعية إذن هي لم تعد صاحبة ولاية على هذه الأراضي على الإطلاق وكل الفائزين بمزادات لهذه الأراضي تم نقل ولايتهم تماما من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية أزرعية منذ أيام قليلة جدا فجأوا بخطاب من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بيطالبهم بالقدوم إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في الدقي بيقول لهم تعالوا عشان نراجع موقفكم على هذه الأراضي نحن لسنا أصحاب الولاية على هذه الأرض وبالتالي لازم تيجوا عشان نشوف إيه الموقف الجديد إلا أنا حيران منه بجد أنت لم تعد صاحب ولاية في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فكيف تخاطب أشخاص يمتلكون أراضي في ولاية غير ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وأين جهت الولاية اللي صدر قرار جمهوري بنقل هذه الأراضي إليها القرار 530 لسنة 2021 لازم تنتهي هذه الأزمة خمس سنوات من المعاناة لأكتر من ألف أسرة حتى تتسلم أراضيها كاملة البنية الأساسية والقومية ومستصلحة هكذا نصة العقود اللي فازوا بيها في عام 2017 وعام 2018 أزمة بئر العب وربعة يجب أن لا تكون سبباً على الإطلاق في أن يفقد أي مواطن الثقة في المزادات التي تعلنها وزارة الزراعة بسبب هذه المزادات التي أجريت من حوالي خمس سنين الجميع يتخوف من الدخول في أي مزادات تبعة لهية مشروعات التعمير والتنمية الزراعية كمان كان في مزاد من حوالي سنة وأيضاً بعد إجراء المزاد تم إلغاءه وإلغاء تخصيص الأراضي للمنتفعين إذن هناك خطأ فادح يحدث داخل هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية ويجب تدخل جهات سيادية لحسم هذه الأزمة لنعرفوا أن جميع الفائزين بمزادات 2017 و2018 في أراضي ربعة وبئر العب لجأوا للقضاء بالفعل قضية بالطالب باستكمال البنية الأساسية والقومية واستصلاح الأراضي واستكمال البنية بالكامل يعني توصيل المية والكهرباء إلى داخل القطع المباعة اللي هي عشرين فدان لكل منتفع والقضاء سينصف أصحاب الحق واللي عايز أأكد عليه للمرة الألف أن القرار الجمهوري 530 لسنة 2021 هو قرار بنقل الولاية وليس نقل الملكية لا يمكن أن ننتزع الملكية ممن فاز بهذه الملكية من خلال مزاد علني يعني فاز من خلال الدولة نحن دولة تحترم الدستور والقانون ولا يمكن أن ننتزع ملكية الأفراد التي يقدسها القانون والدستور خليكم معنا عشان نشوف فكراتنا النهاردة في برنامج الجدعان تشاهدون في حلقة اليوم فاريق الجدعان يلتقي السيد مصطفى صادق الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات صادق جروب والتي تخصصت في تأسيس مصانع الورق والكرتون وتوفير أحدث خطوط التصنيع وتشغيلها بكفاءة وتسويق الإنتاج كاملا ويكشف بالأرقام حجم الاستثمارات المطلوبة لإقامة مصانع الورق وكيف يمكن استرداد رأس المال كاملا في أقل من 18 شهر فاريق الجدعان في مصنع إي جي إسترو لتصنيع المنتجات الورقية بمدينة السادس من أكتوبر والذي تخصص في إنتاج الشلموه الورقي بجميع أحجامه وأشكاله وأسسته السيدة ريم خليفة بما يتوافق مع جميع اشتراطات سلامة الغذاء كما نجحت في تسويق الإنتاج كاملا في الفنادق والكافيهات والمطاعم بخلاف التصدير للدول العربية اللي معاه من حضراتكم استثمارات مش قليلة وعايز يستثمر في صناعة قوية جدا ويسترد رأس المال في أقل من سنتين لازم يركز في لقاءنا الهام جدا مع المهندس مصطفى صادق هو أحد المتخصصين في إنشاء مصانع الورق والكارتون صناعة واعدة بالفعل في مصر خليكم معنا صناعة ورق الكارتون من أهم الصناعات في العالم واستثماراتها ضخمة يعني لو مثلا مصنع بطاقة 100 طن يوم وده مصنع صغير مش كبير استثماراته مش هتقل عن 3.5 ل4 مليون دولار لكن المفجأة إنه في سنتين بالكتير ممكن استرداد رأس المال بالكامل والمصنع يبقى 2.3 مصر دولة قوية في صناعة الورق والكارتون وبتصدر للعالم كله وبتمتلك فرص ذهبية للاستثمار في الصناعة لتغطية احتياجات الصناعات المحلية من ورق الكارتون والتصدير للخارج وخصوصا لدول إفريقية وبالأرقام سعر طن الورق الدشت النهاردة 6400 جنيه وكل طن و300 كيلو جرام ورق دشت بقيمة 10800 جنيه شملة مدخلات الصناعة من إهلاك طغيار وعمالة ومياه وغاز وكيمويات يصنعوا طن ورق للصناعة بقيمة 12700 جنيه وكل مقلة كميات ورق الدشت وتكلفة الطاقة زاد النجاح والربح من هنا كنا لازم نقابل المهندس مصطفى صادق الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات صادق جروب وهي شركة هندسية كبرى مهمتها تقديم الحلول لمصانع الورق والكارتون وإنشاء المصانع الجديدة الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة وخامات التشغيل وكمان تسويق الورق وهيكلمنا عن الفرص الواعدة في تصنيع الورق في مصر تركزوا معاه مصطفى صادق الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات صادق جروب قابلنا حضراتك قبل كده في أحد معارض الورق والكارتون دخلنا من خلال حضرتك عالم صناعة أنا بعتبارها من أخطر الصناعات في العالم ومصر محتاجها بشدة صناعة كبيرة جدا هي عساة الصناعات التغليب في التعبير بقى ما فيش منطق في العالم إلا ما بيتعبى داخل الكارتون اللي بيتصنع من الورق صح كده؟ مظبوط النهاردة جايين نتكلم عن صناعة الورق والكارتون حراك لما أكلمت قدت لنا أمثلة كتيرة جداً هذه الأمثلة خلت ناس تتجه إلى هذه الصناعة حتى ولو كانوا لا يمتلكون خبرة هذه الصناعة نعم خلينا نبدأ نفهم الناس يعني إيه صناعة ورق ونبدأ منين هذه الصناعة الكبرى في العالم بصناعة ورق زي ما حالك قلت دي حاجة استراتيجية جداً هي بتيجي أهميتها من استخداماتها في حياتنا سواء كانت ثقافية من كتب أو مجلات أو عالم التعليم احنا بنطادش صناعة بنلمي الصناعة هي من أهم صناعات في حياة الإنسان ومن هنا بدأت أهميتها بالنسبة للإنسان نفسه صناعة الورق يعني طبعاً هي أساسها بيستخدم من الأشجار مادة مكية مية بالمية طبعية بيقى بالمية يعني ده بيبقى لحاق الشجر ولا صاق نفسه صاق الشجر نفسه بيستخلص منه الألياف بعد ما يستخلص منه الألياف بتبدأ سواء كان بليش دي مبيضة أو يعني أنت بتاخدها أم بليش دي أصلاً بوني اللي هو ألون الشجر العادي بعد دي كانت بتعملها بليشينج وببيضة عشان تم استخدامها سواء كان في المناديل الورقية أو الورق الصحي أو في الورق العبيض الخاص بالأدوية أو بورق الكتاب والكتب المدرسية يعني أو وورق التعليم عموماً اللي اسمها كتب بيبر بس دي استخدامات العملية ولكن إحنا بنتكلم على صناعة أعادة تدوير البرع وده الأهم أعادة تدوير البرع هي صناعة برضو مهمة جداً بالنسبة لبيئة هي من أهم الصناعات اللي بتنقل بيئة طبعاً وحريصة جداً على وجود بيئة نظيفة حوالينا فأي حاجة بتخلصك من الأمور اللي تم استخدامها وبتعيد استخدامها مرة أخرى وبكون مفيدة جداً وعليها إكبال بالطريقة دي فبنه هنا بتجي أهمية الصناعة أول حاجة حركة تسألها كمستثمر سؤال واحد بس هل المضوع ده برفضة بالمش برفضة بالمش برفضة بالمش برفضة مربح أو غير مربح غير مربح بالنسبة لي ممكن نحسابها بهمتها البساطة لما كنا بنتكلم مع سيادتك في المعرض كان في سبتمبر 2021 إحنا النهاردة في مايو 2022 صحيح يعني حوالي بنتكلم في 8 شهور كان سعر الدشت يومها في سبتمبر 4200 النهاردة سعر الدشت 6500 جنيه 6400 و 6500 مصبوط حسب الكواريتة بتاعها مصبوط لو جينا حسبنا حسبها بستخلص 6400 جنيه في واحد وثلاثة من العشرة تقريباً بـ 8000 وقصور تقريباً يعني وبالتالي هنضيف عليها دي برشيشان إهلاك المعدات العمالة العمالة الطاقة العمالة الطاقة المياه الكيمويات كتعة الغيار رواتب كل حاجة تقريباً في حدود 2500 جنيه هيوصل تقريباً على الطن الواحد 2500 جنيه؟ اه طبعاً على الطن الواحد 2500 جنيه يعني ممكن نوصل تقريباً في حدود 10,000 قول 11,000 10,800 تقريباً تقريباً كنت حاسبة 10,000 10,800 10,800 في الرينج دا تقريباً سعر الطن النهاردة اللي هو الفلوتينجي مثلاً 112 جرام بتكلم في حدود 12,700 المية وخمسة جرام أو المية جرام بيوصل حوالي لـ 12,200 يعني مكسب بالطن الواحد يوصل إلى 1000 جنيه؟ حوالي 1000 جنيه بزبط خلي بالحضرتكم المهندس مصطفى صادق من محافظة الفيوم ونشأ في أسرة متوسطة الحال ونبغ دراسياً إلا أن حبه للصناعة وشغفه بيها خلاه يصر على الالتحاق بالتعليم الفني وبالفعل تفوق وحصل على المركز الأول على محافظة الفيوم في التعليم الصناعي وبعدها درس بمعهد للهندسة لمدة سنتين وتخرج بتأدير امتياز والتحق بكلية تكنولوجيا التعليم قسم الهندسة الإلكترونية وحصل عام 2004 على درجة البكالوريوس بتأدير جيد جداً ورشح للعمل كمعيد بالكلية إلا أنه فضل العمل الميداني على نظيره الأكاديمي فبدأ حياته العملية كمهندس للصيانة في مجال الإلكترونيات في عدة مصانع بمنطية كوم أوشيم ثم التحق بأحدى الشركات العاملة في مجال خدمات التباعة والتغليف والكارتون المضلع كمهندس للصيانة وبعدها المبيعات وبالتالي اكتسب خبرات هائلة في صناعة الورق وزار أكبر مصانع العالم وفي سنة 2017 قرر تأسيس شركة باور للمشروعات المتكملة واللي كانت اللبنة الأولى لمؤسسة صادق جروب الرائدة في مجال صناعة الورق والكارتون والطباعة والتغليف وحالياً بيدرس ماجستير إدارة الأعمال ووكيل هندسي لكبرى شركات خطوط إنتاج الورق والكارتون والتجليد في العالم طب الداشت في مصر هنيكفي احتياجات المصانع الخاصة بصناعة لدول الورق؟ الحمد لله مؤخراً الدولة درست الموضوع كويس سمحت باستراد الورق الداشت؟ بالضبط، المصانع بدأت بالفعل في استراد كلميات لا بقى سابعاً من الداشت ذاتة جودة عالية لأنه برا بيعتمد زي ما قلنا في أمريكا وأوروبا بيعتمد على استخلاص الألياف من الأشجار لدينا مشكلة حقيقة في الداشت مش في الداشت كداشت في منظومة جامع وتداول الداشت بين المصانع بيتحكي في بعض الشركات الخاصة أو بعض العناصر اللي بتفهم بجامع الداشت يعني إذا سمح ليه الأمر هو النباشين اللي بيشوفهم كلنا فلازم تدخل الدولة عن طريق المحليات أو عن طريق مثلاً جهزة المدن الصناعية تقدر تعمل أليه ده وأنا شايفين ده بمنطال بساطة ممكن يحصل وتكلمنا بعض المستسفرين عليه يعني مصانع الداشت أنا بيواجه مشكلة كبيرة مصانع الورق بيواجه مشكلة كبيرة في مصدر الداشت طب في مصدر الداشت طب مش مهندس دلوقتي احنا عندنا أنواع كثيرة جداً من الورق الفلوت والتست والكرافت أختار أي نوع من دول؟ وإن نوع اللي مش موجود في مصر إن أنا ممكن ندعو المستثمرين إلى دخس مرات اللي تصنيعهم؟ هو ده حضرتك هتاخدنا لسؤال تاني خالص اللي هو ليه حضرتك هو مستثمر؟ تجي لي ما أنت ممكن حالية تتروح تشتري ده من نفسك تجي تعمل مشروعك من نفسك ليه تجي لي؟ الشركة عندنا هي منقسمة لفرعين منفصلين تماماً وبالتالي استيراد الورق الأنواع اللي مش متاحة ولا متوفرة ولا تنتقف في مصر نستوردها منبررة ده الفرع التاني وأيضاً بتتعاقد مع بعض المصانع اللي احنا بالفعل عملناها أنشأناها ودخلت الإنتاج وبعض المصانع التانية يعني طاقة بتاعتنا كبيرة أكتر من المصانع اللي احنا عملناها بالفعل وبالتالي بنحتاج مئات الأطنان يومياً للعمل بتاعنا فبنتعاقد معاهم أنت بتساعدني في تسويق؟ طبعاً يا فندي ومن هنا بيجي دورنا إن احنا أصبح عندنا خبرة كويسة السوق السوق المحلي محتاج إيه؟ السوق المصري محتاج ورقة شكلها إزاي؟ عرض بكر شكله إزاي؟ جرامات شكله إزاي؟ مواصفات ورقة شكلها إزاي؟ ويوم ما بيجي مستثمر يعرض علينا يا فندي ما عايز أعمل مصنع إحنا بنقترح عليه إيه المصنع اللي حركة تعمله؟ وإيه شكل الورق اللي مش متاحة كتير في مصر وبنستوردها وبنعتمد عليها في الاستراض أكتر الورق عبارة عن ألياف بنفكها بالمية وبنعيد نسجها وترتبها من جديد ألياف طولية وعرضية وطبعاً صحب المية من الورق هو أساس الصناعة بشرط تقليل التكلفة في عمليات التكفيف على مراحل زي الصحب والقشط وكله بيتم بضرافيل وعسارات أملاقة العالم كل نهاردة الحرب في صناعة الورق على كميات الدشت اللي دخل عملية التصنيع يعني أنت عندك كل طن وربعمائة كيلو دشت بتطلع لنا طن ورق قابل لاستخدام إزاي نقلل كمية الدشت اللي دخلها وتكلفة التصنيع تكلفة التصنيع البخار والغاز كل الكلام ده تكلفة كبيرة عليك زي ما قلت سياتك لو أي مستثمر أرسل إيميل بمنطقة البساطة لأي شركة صينية هتبعت له مشروع الورق وده مش هيشتغل ولو يشتغل في أقرب أزمة هيقف هيكون من أول الناس للسوق المصر بضحي حتى لو بعتوله فنية من عندهم وهم اللي راكبوا بأيديهم ودربوا الناس ليه فنديم لسه بقول سياتك أنا بقترح عليك نتيجة الخبرات للمهانسين المبيعات في مجال الورق احنا بيحتاجين مشروع شكله ازاي بيحتاجين ورقة منتجة من عندنا من المشروع شكلها ازاي وبالتالي بقدر أعمل سيستم بعدها بتواصل مع الشركة بتاعتنا اللي احنا وكلق ليها بره الشركات الصينية وفيه شركات من أوروبا بناتواصل معاها أنا محتاج تحضيرات من أول خط التحضير بالمواصفات واحد اتنين تلاتة اربعة بالنقاط الاتين ومحتاج مكنة ورقة بالمواصفات والنقاط الاتين بقدر أجيب أولنا ساعتك قلت طن واربعمائة كيلو دشت صحيح أنا بعترض على هذا الرقم تماماً ولا مشروع من المشروع بتاعتنا تم بواحد وثلاثة من العشرة حتى احنا وصلنا الوقتين واحد واثنين من عشرة وبنحاول نوصل إن شاء الله الواحد وواحد من عشرة دشت ده مشروعات الورقة في مصر حالياً بالفعل يا فنديم ولكن احنا بنحسب في دراساتنا على واحد وثلاثة من عشرة ده ليه يا فنديم وصلنا الواحد واثنين من عشرة ازاي؟ نتيجة نحملها بكوية عالي جداً ومعموله عرفنا ندير سيستم كويس معانا مهانسين متخصصين جداً عشان نقدر نعمل سيستم بكترح على الشركة في الصينو اللي احنا وقلقها يا فنديم أنا محتاج استكبر بريشن تحضيرها بالمواصفات القتائية اللي تنقي الدشت اللي هو الخام اللي داخل المادة الخام اللي داخلها المراد عادة تدويرها تنقيها وأقدر أستخلص منها أكبر كمية ألياف وما بقاش عندي وست والهالي كتير فقف ميت الصرف بص يا فنديم ده الجوزء الأولاني ده مرحلة الهيب بوكس بينزل هنا العجين ده الواير الجوزء الأول ده أنا بسحب هنا بالجاذبية الأرضية بعد كده المرحلة دي كلها هنا قشط ثم الجوزء الأخير ده سندوق شفت وبعد كده أخر مرحلة نسبة شفت عالية جداً اللي هو في الضرفيل ده في آخر آخر ضرفيل تخرج من هنا كم بقى؟ 29% درايمس نسب الجفاف 29% تقريباً كمانس إمت أعمل مصنع ورق؟ وإمت أعمل مصنع كرتون؟ وهل من الأفضل التكامل يعني أعمل مصنع ورق أو يصنع الورق اللي أدخله بعد كده ده جوه مصنعي في صناعات الكرتون؟ مصنع الكرتون ومصنع الورق السؤال ده من سيره كتير جداً هم أعمل هم الأفضل هم الأفضل يعني كتكلفة قريبين جداً من بعض ولكن إنشاءات مصنع الورق أكبر بكتير ومكلفة عن إنشاءات مصنع الكرتون مصنع الورق أنا ببيع مادة أولية فبالتالي سهل في تسويك المنتج النهائي مصنع الكرتون ببيع مش مادة أولية ببيع صندوق تم تصنيعه مرجل برفض فيه كويس مريح بس لو فيه غلطة في الطباعة أصبح هالك أصبح داشت رزقه عالي لو سألت الحركة على أبرز المشروعات الحركة عملتها في قطاع صناعة الورق أو الكرتون يبقى مشروعات ايه؟ احنا الأول شغالين من 2004 أنا في المجال من 2004 بعد ما اتخرجت ما اشتغلتش في أي مجال تاني خلص هو مجال ده بس الورق والكرتون ويعتبر بدأت الشركة قائمة خاصة بي من 2017 بتوفيق ربنا عز وجل يعني حزن على كبول وثقة كبول ثقة كبار العملاء في مصر على الأصول طبعا مثلا مطابع الشوق الشوق الحديثة للطباعة التغريف وده من أكبر الكينات الموجودة في الدولة مصطع الضدار للعجوات الكرتونية مطابع صحارة مطابع محرب بالفعل مطابع الهيئة عمل كتاب مطابع انترباك بتعيد تطوير كل خطوط انتاجها طبعا في بعض المصانع بتحتاج أن تضيف عشان ترفع الانتاجية في بعض المصانع بتحتاج أنها تطور في بعض المصانع بتحتاج مشروع ترنيكي من الأول خالص مثلا مصانع سمارت موانس محمد عشور انترباك السيد الفاضل والسيد مصنف الشيمي الأندلس السيد الفاضل والسيد أماد لا يعني الحمد لله عندنا مجموعة عملة طبعا وسيد شريف المعلم يعني شغل كويس بتوفيق ربنا وسقط العملاء فينا يعني بصراحة طول خطوط مصنع الورق بيتراوح ما بين 110 ل 220 متر والعمليات الصناعية اللي بتتم في كل متر هي اللي بتحدد التكلفة لطن الورق وهل هي منافسة ولا فيه تعديلات لازم تتنفذ وفوراً ورغم ان استثمارات مصنع الورق مش قليلة الا ان العائد على رأس المال بيسترد في أقل من سنتين يعني مصنع الورق كمشروع قمة النجاح تشاهدون بعد الفاصل فريق الجدعان في مصنع اي جي استرو لتصنيع المنتجات الورقية بمدينة السادس من اكتوبر والذي تخصص في انتاج الشلموه الورقي بجميع احجامه وأشكاله وأسسته السيدة ريم خليفة بما يتوافق مع جميع اشتراطات سلامة الغذاء كما نجحت في تسويق الانتاج كاملاً في الفنادق والكافيهات والمطاعم بخلاف التصدير للدول العربية دلوقتي ما حضرتكم في مدينة السادس من اكتوبر هنقابل السيدة ريم خليفة اللي نجحت في تأسيس مصنع لانتاج الشلموه الورقي هو أمر شديد الأهمية لدرجة انها من مصنعها البسيط جداً والشديد الرقي اللي مسحته لا تتجاوز متين متر بتورد لكل الفنادق والمطاعم والكافيهات الشلموه الورقي خليكم معنا موسيقى ريم علاء الدين خليفة سيدة مبهرة فعلاً لأنها فكرت برا السندوق وقررت الاستثمار في انتاج شلموه ورقي بجميع أحجامه وأشكاله للعصاير والمياه الغازية ده بعد دراستها لاحتياجات قطاع السياحة والمطاعم الكبرى والكافيهات ونجحت في امتلاك مصنع مسحته ما تزدش عن متين متر في مجمع الفيصلية الصناعي بالمنطقة الصناعية الأولى في مدينة السادس من أكتوبر وكان كفاية جداً لتصنيع منتجها اللي كنا بنستورده من الصين ريم علاء الدين خليفة منتجها صديق للبيئة واسم مصنعها ايجسترو لتصنيع المنتجات الورقية واستعانت بمبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنك الأهل المصري عشان تشتري خط انتاج الشالموه الورقي من الصين والورق اللي بستخدمه كرافت غزائي ونجحت في تسويق انتجها بالكامل في الفنادق والكافيهات والمطاعم بخلاف التصدير للدول العربية تعالوا نتعرف على تفاصيل مشروعها المتميز مشروعنا حلو احنا بنصنع الشالموه الورقي صح كده؟ تمام كل موجود في السوق بلاستيك احنا فكرنا برا الصندوق عملت مشروع نادر جداً في مصر تقريباً مفيش انتاج عندنا كل استراد كررت ان انت تنتجيه لأول مرة في مصر البداية كانت بحوالي خمسوئة ألف جنيه صح كده؟ بالزبط نرجع بقى الورا خالص ونفكر مع بعض عملت ازاي المشروع الحلوة قوي ده؟ بداية جات ان احنا كنا عايزين نعمل مشروع انا وجوزي وفكرنا ان احنا نعمل حاجة جديدة ومختلفة ففكرنا في الشليمو ليه تملين فكرة الشليمو دي؟ وورق كمان شفتها فين؟ احنا شفناها برا عجبتنا الفكرة ان هو اصلاً مش موجود في مصر هنا او قليل يعني واللي بيجي بيبقى مستورد بس جات الفكرة ان احنا عندنا صديق لنا في الصين فتواصلنا معاه وولنا ان احنا عايزين نعمل كذا تقدر تساعدنا بايه؟ يعني انت حرايا كنت في زيارة في الصين وشفتي الشليمو الورقي ايوه تماما فتواصلنا معاه هي جات الفكرة بعد ما رجعنا مصر فتواصلنا معاه ان هو ان احنا نجيبها عن طريقه يعني والحمد لله خط الانتاج او خط الانتاج المكنة بدأت المشروع بكام؟ وهل زوج حضرتك كم من اهم الناس اللي وقت في ظهرك سندتك ولا لقيتلك؟ لا هو الحقيقة هو الوقف معايا ووقف ظهري وكان سابورت لي دايما وبيشجعني ويعني هو اللي بيوجهني دايما يعني دي رسالة اللي بيحرجوا تريدها رسالة لكل زوج زي ساند زوجته خصوصا لو كان عندها افكار حلوة هقول جملة حريكوا التهيلي برضو عجبتني جدا احنا اجازتنا بتباهينا في المصر خطبنا الصين ايوه وعجبتنا المكنة وجبناها مصر وقلنا البداية كانت بخمسمائة ألف جنيه تمام المكنة كانت بكامل وحدها المكنة الوحدها كانت بحوالي تلتمائة ألف اللي انا شايفه ده ورق اسمه ورق كرافت أبيض كرافت أبيض احنا منحب الحاجة البيضة منحب الشيء يعني مسلا لو لون الكارتون مش هنحبه كمصريين احنا منحب الورق الكرافت الأبيض ايوه بيتصنع في مصر هنا اه ولكن الشالموء فيه مشكلة ده لازم تقص الورق اه ما هي اللي كبير ده لازم تقصي عشان تاخد المقاسات بتاعتك ممكن توصل لسنتي ونص بالزبط المرحلة دي عملت فيها ايه هي دي مرحلة احنا خدت مننا وقت كبير جدا عشان ندور على حد يقدر يقص لنا بالمقاس اللي احنا مطلوب مننا نعمله في الشالموء سألنا ولفينا وكده والحمد لله ربنا يعني وفقنا في مكان بيقص الورق بالمقاسات اللي احنا عايزينها يعني طب دي صناعة جديدة عشان يقص ورق بالحجم ده ده اكيد محتاج تعديل في المكان هل ده عمله؟ هو عمله فعلا الحمد لله قدر ان هو يعني هو لما عجبته فكرة ان هو هنعمل شليمو فلا دي فكرة جديدة طب لأ نحاول ان احنا نزبط المكانة ففعلا هم تعبوا معانا برضو علشان يزبطوا المقاس بتاع الشليمو المطلوب بالزبط لان مش اي حد قدر يزبطه لنا او حتى يقول لنا اوكي تعالوا احنا هنقصلكوا الورق الصناعة نفسها بقى اتعلمتيح ازاي؟ تركيب المكانة تشغيلها اتدربت على كم ده ازاي؟ بالنسبة لتشغيل المكانة احنا طبعا في الأول وجهنا صعوبة ان احنا نشغلها بنفسنا فتواصلنا مع صاحبنا اللي في الصين توجهنا ان احنا نعمل لهم فيديو كونفرنس على الموبايل ان احنا يوجهونا ازاي نشغلها وطريق تشغيل المكانة ازاي؟ كل حاجة بالموبايل يعني لغاية لما شغلتوها؟ لغاية لما شغلناها ويعني عايز اقولك ان احنا عملنا فرح يعني وقتها بالمناسبة ريم علاء الدين خليفة بتدفع حوالي 8000 جنيه لقص طن الورق للمقاسات اللي محتاجاها في تصنيع الشالمو يعني بتنقل بكر الورق لمصنع تاني عدل خطوطه عشان يقص ليها البكر رغم ان ما كانت القص تمانهاي دوبك 250 ألف جنيب الكتير ولو جابتها ممكن تقلل كتير جدا في تكلفة انتاج الشالمو الورقي اللي بتصنعه النهاردة عندكو حوالي هنا 12-13 نوع ما بين مقاسات مختلفة والوان مختلفة 6-8-10 تمام اسألك سؤال المنتجات دي بقى عمانناها على كم سنة عدم فكر فيها نقول ده السوق محتاجه ده مش محتاجه طب ده نعمل في ايه الافكار دي جبتوها منين؟ هي انا كنت بنزل الحقيقة بشوف يعني بنزل بعينة معايا اشوف هم محتاجين مقاس كام يعني فيه عميل بيحب القصير وفيه عميل بيحب الشالمو يبقى مقاسه اللي هي الـ 25 ملاحظة انتو كمان مفننين يعني عاملين فيها الوان عاملين شرائط صفرة شرائط حمرة حاجة بتاجي ملاد زغيرين اطفال في الاعياد الميلاد والحفلات وكده دي افكار كونتو مش كده برضو؟ مدخلات الصناعة مش مجرد ورق اكيد فيه مدخلات تانية زي الغيرة مثلا ايوه احنا الغيرة بنستورده الحقيقة متوفرة في مصر هنا؟ لا لا مش متوفرة عشان هي لها مواصفات معينة فاحنا بنستورد ميه اللي قال لكم عليها الشركة الصينية؟ لا احنا برضو قعدنا ندور ونسأل ونعمل سرش اللي داكي مواصفة الغيرة اللي تمسك انا شايف انا لما عملت اختبار للشالمو بتاعك لا محترم ايوه اللي هورقة بتفك واللون ثابت وحاجة تحفة الحمد لله احنا بخلي بالك انا عملت حركة ان انا سبتها لفترة جوة العصير ايوه افهم ازاي؟ مخرجش ولا اللون فك ولا الورقة لها ففك مني طب ما دا معناه ان الغيرة قوي جدا وده غيرة غزائي صحيح ايوه غزائي طبعا طيب النوع دا من الغيرة بيجيبه منين؟ احنا بنستورده من اوروبا وكيل هنا اللي بيجيبه في مصر هنا؟ ايوه هو جايبه لنا مخصوص يعني هو جايبه لنا مخصوص لان ما حدش بيستعمل الغيرة الغزائي دا فهو بيجيبه باسمنا يعني باسم ايجي سترو فهو بيجيبه لنا يعني مش حد في مصر خادس بيستخدم الغيرة دي غير ايجي سترو؟ او يعني هو المورد دا هو قالنا انه هو بيستورده لنا مخصوص يعني مقاسات الشليمو اللي بتنتجها ريم علاء الدين خليفة هي ستة وتمانية وعشرة ملي والاطوال من ستة الى خمسة وعشرين سنتيمتر والكيس في حوالي خمسين شليمو والسعر يدوبك يغطي التكلفة معها مش ربح بسيط جدا لجميع منتجاتها اللي عددها يعدي الاثناشر منتج انتي قطيلي ان احنا بدأنا الشغلة هنا بحوالي خمسمائة ألف جنيه تمام تلتمائة ألف تمام المكنة ايو ومتين ألف دول ايه بقى؟ 200 ألف ايجار مرتبات خمات تشغيل خمات هل استفدتي من مبادرة البنك المركزي ولا لسه؟ آه طبعا الحمد لله احنا احنا طبعا يعني اخدنا المبادرة منهم من البنك الاهلي اخدنا كم؟ اخدنا يعني هما احنا عملناها علشان التشغيل خمات وبرضو نكمل بقى ان احنا يعني خلاص احنا الفلوس اللي معانا خلاص خلصت مكن وفترة معينة لان احنا بقلنا فترة عشان الكورونا وكده استعملناها في الخمات والإيجار خدنا كامل خردنا نكمل تعد ايه؟ تلتمية تلتمية ألف جنيه دخلتي به عشان تجيبي خمات عشان تكملي التصنام بتاعك هسألك سؤال السوق المصري فاهم يعني شريموه ورق قادر استوي بالانتاج بتاعك ولا لأ؟ هو فيه وفيه يعني فيه ناس آه شريموه ورق سيموه عنه قبل كده وعارفينه وفيه ناس لأ ايه شريموه ورق يعني أنا بغلفها بيفتكروني بتكلم انه هو بلاستيك بس مغلف فلسة الثقافة مش كل الناس عارفاها يعني أستاذ عريم هل يعني من وجهة نظرك شريموه ورق قادر ينافس في التكلفة والسعر الشريموه بلاستيك ولا لأ؟ هو قادر بس يعني بصعوبة برضو أي حد بيستسهل دلوقتي الأرخص مش مهم بقى صديق للبيئة مش بيهمه أو يعني انه هو موضوع لسه الثقافة دي مش موجودة لسه آه لسه بنحاول ان احنا نزود الانتاج ونحاول ان احنا نزود المكان ويبقوا ورديتين وده حلمنا يعني عشان كده انا عايز اقول لك حاجة انت ناصك هنا شوية مكن ايوه عارفاهم؟ ايوه قولي لي وحلمت ايه عشان انت حقق ايه احنا عايزين هنا مكنة قص تقص الورق 8000 جنيه يعني انت جايبها بـ 25000 تقصي بس 8000 8000 مكنة القص بكام في حدود 200 برضو بلصين حوالي 200000 جنيه اه وتوفري 8000 جنيه في الطن الوح ايوه بالزبط المكنة اللي بتعمل الشليمو سوستا برضو ده لان فيه ناس بتبقى مطلوب مننا طبعا ده هيزود في البيع بتاعه طبعا محتاجين مكنة تغليف بقى للشليمو كل واحدة تبقى مغلفة الوحدة ما للشليمو اللي انا شفته مغلف هنا ده بتعمل برا اه يعني انت كمان بتودي كمان للتغليف مصنعة تاني اه ويرجعها لك تاني المغلفة تحطيها في كيس بتاعك وتبيعي بالزبط وافرزها تاني يعني بعد برضو ما بيجيلي الشليمو بفرزه تاني لان بيبقى فيه هالك يعني في الورق بتاعه فانا محتاجة ان انا اوفر وقت يبقى احنا جدونا محتاجين مكان تغليف مكان قص بالزبط محتاجين المكان بتاع السوستا ومحتاجين خط كمان تمام طبعا كده ايه مصموط الحيز بديع حسب تيها هل عملت عليها دراسة جدو اه طبعا كم بقى تكلفة اه يعني حوالي مليون مليون جنيه يعني مليون جنيه تقليبي المصنع ده بالزبط ونبصل بالطاقة دي ايه بقى احنا النهاردة 25 طن وردية واحدة اه هيبقى الضعف او اكتر يعني 50 طن ولو عملنا ورديتين بقوا 100 طن بالزبط ونقدر ننافس هي مش موقودة بقى ايوه صح كده نقدر ننافس البلاستيك واسألك سؤال كمان فضل اه التصدير اه مطلوب ايه اه احنا بدأنا فعلا ان احنا هنتواصل مع شركات وبعتنا لهم عينات وان شاء الله تيب بقى نبدأ نصدر في اسبانيا وادول العربية واوروبا وقابليتهم للمنتج ايه يعني شافوا المنتج الوطني بتاعنا عامل ازاي لا اعجبهم جدا لان هم اصلا كانوا بيستوردوا المنتج ده من الصين هم اصلا شغالين ورق يعني شغالين شليمو ورق هما وقفوا خلاص كل البلاستيكات في اوروبا بالنهار ده وقفك حتى شرط اللبس حتى شرط كل حاجة بقت كل ورق بالزبط فهما عايزين يستوردوا من مصر يعني هما بدأوا ان هما يتواصلوا معنا عجبهم طبعا المنتج جدا الحمد لله جاهزين هما يستوردوا المنتج ده جاهزين اه المصنع اللي قدام حضراتكم ده اللي انشأته ريم علاء الدين خليفة في حوالي اربع مال وبينتج خمسة وعشرين طن سنويا من الشليمو الورقي لكن تخيلوا حجم العمالة اللي بتخدم على منتجها في مصانع الكرتون والاكياس والاصل البكر والتغليف والمطابع بخلاف النقل تعالوا نقابل احمد عبد السلام مدير مصنع ايجسترو للشليمو الورقي احمد حضرتك هنا مدير المصنع ما شاء الله عليك يعني تعمل كل حاجة في التشغيل وفي تدريب الناس وبينك تبص على كل خامة بتدخل داخل هذه الماكينة انا شايف ان ربنا كرم اصحاب المصنع ده بحضرتك لان انت ليك في الشغلانة وفاهم في شغلانة الورق وفاهم في منتجات الورق ولكن اللي عايز اسألك عليه ده منتج جديد البداية كانت سهلة ولا صعبة التجارب كانت صعبة لان كان فيه عندنا حاجات مقصة في السوق المحلي كتير احنا نجيب غيره من السوق المحلي مش موجود غير غزائي انا حاجة غير غزائي مش موجود اللي موجود غير مناسب واحنا عندنا كان التماسك اهم حاجة عندنا مصدقية مع العميل ان انا لما ادي العميل شالموه ورق ما يفكش في المشروب في السوائل سوائل سوائل تقيلة سوائل خفيفة وتجارب الاختبارات الجودة عندنا كنا اختبارات على سوائع سوائل ساعة وكان عندنا على سخن زي مثلا جربنا في كاركديه سخن في قهوة برضو جربنا ما ولا بيفك شلموه يالساعة لدوف بنجرب الغيراء والورق فالغيراء والورق عندنا كان اهم حاجة عندنا في التشغيل غيراء وورق معنا شلموه عشر على عشر واحنا دلوقتي بتشلموه بتاعنا نقدر ننفس المستورط في الجودة احنا عندنا كوالتة الحمد لله عشر على عشر طب انت بتعملي بقى عرفت كده شغلك ازاي بتطمن على المنتج اللي خارج ده ازاي بتعرف ماذا جودته ازاي احنا في البدايات خالص احنا اول حاجة بناخدها الرول اللي بيجيلي من بره شغل ثلاث طبقات ممكن احنا نشغل بنشغل اول طبقة دي طبقة 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 مأسات معينة احنا بنشغل معنا ثلاث طبقات الغيراء اول ما بنشغل في بداية التشغيل مجرد ما بيطلعلي معايا اول و تاني شلموه بابدأ اختبر جود وهي مجرد ما بتمشي المترين تلاتة دول بيكون الغيراء نشف فعلا؟ نسبة الجفاف للغيراء يعني سريعة بحيث ان الغيراء يوصل للمكان مجرد ما الورقتين يقبلوا بعض يدي التماسك المطلوب بلاحظ ان انتو عامين شلموها ان شكلها حالو اصفر فاحمر ابيض فاخضر الالوان دي بتبقى يعني رولات بتدخلوها مسبوغة ولا ايه بالظبط نعيز اعرف الورق ده ورق ابيض ورق كرافت ابيض الكرافت ابيض الالوان دي بقى بتيجي منين الالوان ده ده لون الوان حبري مائي غزائي طبعا حبري مائي غزائي تمام الورق ده بيروح يتبع بنتبعه برضو ويتبع اللي بياخد الالوان اللي احنا بنتفق عليها وبيتقص بالطريقة المناسبة وهو يبدأ يلونه ياخد جامبرول يتبع ويقص المأساة المطلوبة اخيرا الشلمو الورقي اللي بتنتجه ريم علاء الدين خليفة زي الحديد ولا بيفك في وسط سخر او بارد والوانه سبتة وغزائية ولو نجحت في انها تشتري مأصل البكر ومكان التغليف للشلمو وخط تصنيع اضافي وماكينة سوستة للشالمو الورقي هتقصر الدنيا وهتضعف انتجها لمية طن على الاقل سنويا شد حيلك دا كان اخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان ولكن حضراتكم اسمحولي قبل منع حلقة النهاردة اتكلم في قضية شديدة الاهمية الان اراضي مصر تباع في السلاسل التجارية تخيل حضرتك داخل احد السلاسل التجارية تشتري زيت وسمنة وتفاجأ بمن يتقدم اليك ويعرض عليك شراء ارض من اراضي الدولة ويقولك تعال استثمر معنا واضفى عشر تلاف وخمسة وعشرين الف ومشروع مش عارف اسمه ايه ويقولك تعالى حط كل اموالك واستثمراتك وشقاء العمر في هذه الاراضي صدمة ما بعدها صدمة اراضي مصر تباع داخل السلاسل التجارية امر مرفوض تماما هناك اجلال وتقدير وقدسية للاراضي المصرية لا يمكن باي حال من الاحوال ان تباع بهذه الصورة المهينة وقولا واحدا من فضل حضراتكم لما حد يتقدم ليك في احد السلاسل التجارية او في اي مكان في مصر ويقولك استثمر معنا احنا بنشتغل في المينيا او في الفيوم او في بانسويف او في اسيوت او في ضمياط او في بورسعيد او في الاسماعيلية او في قلبسينة كل هذه الامور لا يمكن ان تقبل على الاطلاق ارفض تماما انك تدخل في هذه الامور لانها اشياء غير مضمونة لازم تراجع هذه الاوراق مفيش حاجة اسمها احرم الاستثمر اصل الوراق بتاعنا لسه بناخد موافقة في المحافظة اصل احنا لسه هندفع من الفلوس باعت حضرتك للمحافظة لازم تشوف الاوراق كاملة يعني لو حضرتك كررت تخاطر باستثمراتك في هذه الاشياء او هذه العروض المغرية بالفعل ده بيقولك 50% مكسب لو زرعنا الطماطم خدوا العقود بتاعتهم واطلع على وزارة الزراعة اتأكد من هذه العقود مفيش حاجة اسمها هنديك عقد من الشركة عقد من الشركة يبقى فلوس حضرتك عند ربنا ضاعت خلاص ولكن العقود من الدولة العقود من هاية مشروعات التعمير والتنمية الزراعية العقود من جهات الولاية المعتمدة من الدولة ويجب ان يحاسب من يعرض اراضي مصر للبيع في السلاسل التجارية ده كان اخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان انتظرونا غدا الاحد وبرنامج حضرتكم الجدعان ريل استيت الساعة سبعة مساء وده البرنامج اللي بيقدم لحضرتكم كل الجديد في السوق العقاري انتظرونا تشاهدون في الجدعان ريل استيت فاريق الجدعان ريل استيت يزور منطقة التجمع العمراني غرب كرفور صواري بمدخل الاسكندرية على الطريق الساحل الدولي وبحيرة ماريوت ويكشف خطة تطويرها وتنفيذ مشروعي الابراج والفلات فاريق الجدعان يلتقي المهندس صلاح القليوبي رئيس جهاز الساحل الشمالي الغربي الذي يكشف خطة تنمية المنطقة وانشاء مجموعة من المدن الجديدة بها وموقف توفيق اراضي الشركات العقارية وحل مشكلة حرم الشواطئ